اهلا بكم الجديد مشاهدينا وهذه فقرتنا الثانية والاخيرة في هذه الحلقة ديوفي النهاردة هم شباب قرروا النهود بالمجتمع ورفع اسم بلدهم لأعلى النهاردة في صباح دريم هنلقي الضوء على مجموعة او اتنين من المبدعين والمتميزين في مجال الهندسة واللي بتكروا مجموعة هائلة من الابتكارات اللي هتبهر العالم ان شاء الله اذا تم تنفيذها على ارض الواقع وغيرهم كتير جدا من الطلاب الذين لم يرقى عليهم الضوء بعد نرحب بديوفنا في الستوديو اسلام تيسير اهلا بك يا اسلام اهلا بك وبرحب ايضا محمود عصام اهلا بك يا محمود اهلا بك يا محمود طيب اسلام في البداية كده عايزين نعرف انتوا بتعملوا ايه او ايه الابتكارات اللي انتوا عملتوها هو انا واحد من فريق عملنا مركب التاقة البشرية أو هيمان بارد فيكل الفكرة عمتى منتوا فريق كم واحد الأول احنا فريق سبع انفار سبعة سبعة عملتووا بقى هيمان بارد فيكل هيمان بارد فيكل اه او بالعربي مركب التاقة البشرية ازاي بقى دي دي يعبارة عن حاجة ما بين عربية وما بين عجلة عشان الناس تفهمها ببساطة شكل عربية بس بتمشي بطاقة الإنسان يعني اللي قاعد جوه بيبقى قاعد فيها كأنها قاعد في عربية بس بيبدل برجله ودي مزتها أن هي ما بتستخدمش أي بنزين ولا أي طاقة خارجية بتستخدم بس طاقة البني أدم وبتقدر توصل لسرعات يعني متوسط سرعتها زي العربية تعادية 60 و70 كم في الساعة بس زي بتقدر توصل لسرعات وهي بتمشي بطاقة الإنسان بس ما هي دي بقى فكرتنا في المشروع ده السر يعني مش تتقوله لنا لا عادي إحنا بنعمل حبة شغل في الجيل ريشيوز بتاعتها والترانسميشن بتاعها والبادي بنعمل لها شكل بادي معين وبنعمل حسابات كتير فيها طبعا فبنقدر نوصل بها أن هي بتوقع متوسط سرعة وبنقدر توصل لماكسيموم سرعة 90 أو كمان 100 كم في الساعة 100 كم في الساعة طيب محمود أنتوا بقى أنتوا من نفس الفريق مش كده لا هو فريق مختلف أنت بقى فريق بتاعك عمل إيه أنا فريق بتاعي هو مكون مينيان الوحدي أنت بس الفكرة أصلا المشروع هو مشروع اسمه الفكرة إن أنا جات لي الفكرة للمشروع ده أصلا من المشكلة اللي بتواجهها لستات كتير جدا لما بيحصل مشكلة في الكويتش أثناء تغيير الكويتش يعني لو حصل مشكلة في الكويتش طبعا يعني أغلب ستات ما بتتصرفش بتستمى حد أولي جي تصرف أه توقف كده استمى أي حد يتصرف فكت الفكرة بنسبالي إزاي أخلي الوقت اللي بيخده في تغيير الكويتش وقت تعريبا ما فيش وقت وبطريقة سهلة جدا إن هي تقدر تغير الكويتش إن هي تقدر تغير الكويتش إزاي بقى فالبروجيكت بتاعي بقى أن أقدر أغير الكويتش عن طريق ريموت كنترول ويرلس مجرد أن أحط الكوريك تحت العربية وبزرار واحد بس أقدر أرفع العربية جميل والموضوع ما بيخدش اكتر من ديئة او ديئة او نص طيب وبعدين وتغير الكويتش نفسه بس داي تاخد ده المفروض ان البروجيكت يعني هو فيه اريدي حاجة لفك الصوامير بتاعة الكويتش تمام انت عامل كل الادوات يعني يعني المسادس بتاعة فك الصوامير ده مش انا اللي عامله بس انا عامل كوريك وعامل حاجة تانية بتطلع الكويتش من مكانه واتدخل الكويتش الجديد مكانه يعني هو يعني الجهاز هو عبارة عن قطعتين يعني بيرفع العربية وبيدخل الكويتش مكانه تمام انت الفكرة دي جات لك يعني عشان استاد بيصعبو عليك اه يعني كانت والدتي هي الملهمة بالنسبة لي في الفكرة زي كده ان هي الكويتش عطل وكان احنا اللي مفروض نروح نغير لها الكويتش فطبعا هي عشان تقعد ساعة وساعة ونص مستنية في الطريق لحد ما حد يجي لها فهي مشكلة بالنسبة لها وطبعا في زر اللي احنا فيه كمسلا المضايقات اللي بتحصل والحاجات اللي بتحصل للستات فحاصلت ان دي مشكلة ممكن تبقى لو اتجاد لها حل هتبقى مؤسرة في حياة ناس كتير يعني تمام يعني الحقيقة الاختراع بتاع محمود ده كلنا هنستفيد منه يعني احنا عايزين ان احنا نفعل الاختراع ده لان دي حاجة هيلة جدا فعلا البنات والسيدات وفي رجالة برضو كتير ما بتعرفش اتغير الكويتش وفي ناس كبيرة في السن ممكن يعني تقدر تحط الكوريك بس ما تقدرش تفضل مؤطية ان هي تقدر ترفعه فهو مجرد هيحط الكوريك وبرموت كنترول الجهاز بيرفعه كويس قوي طيب اسلام بقى رجالك تاني في الاختراع اللي انتوا عملتوا انتوا بقى بعد اما عملتوا الحكاية دي قدمتوها قدمتوها المين وردود الافعال كتعاملها ازاي هو دوت يعني نحب يوضح ان هو مش اختراع هي فكرة بتتعمل واحنا شاركنا بيها في مسابقة السنة اللي فاتت بنروح زي سباق كده هوت بنعمل المسابقة دي بس احنا بالنسبة لنا كانت في مصر هنا تبقى مفيدة ان هي ناس كتير يعني ما بتستهلكش طاقة كبيرة جدا يعني اي حد يقدر يسوقها واي حد يقدر يستخدمها يروح بها في اي مكان في مصر تبقى مفيدة جدا دي كانت فكرتنا الاسية اللي احنا متمسكين بيها يعني واحنا بنحاول نطورها ان احنا نخليها تبقى مناسبة اكتر لكل الناس في عندكو يعني فكرة ان انتو اتطوروها اكتر من كده اه تخلوها اي بقى يعني تبقى ازاي بدر ما تمشي بتاقت الانسان مثلا تبقى في كهرباء يعني تمشي بتاقت الانسان وهيبقى فيها مساعد برضو كهرباء بس هي مش مرهقة يعني مش عارفة تحكير بمشي تاقت الانسان يخليها اي ممكن نفكر ايها تبقى مرهقة انا في ناس ممكن ما تدرش تستعملها يعني هي مش هتبقى مرهقة وهي رياديا وصحيا اه رجل صحية دا حاجة تانية بس انا ولك يعني هي بتبقى مرهقة لما توصل بها الماكسمن بتاعها اللي هو الميت كيلو متر في ساعة او تسعين كيلو متر في ساعة دي ساعتها بتبقى مرهقة لكن عشان تمشي بها على ستين او حاجة كده نو احنا ما شاء الله الشوال عزاحم عمرك ما هتوصل لميت كيلو متر في الساعة دي وانت ماشي بالشارع ابدا ايها ستين بتمشي مستريح قوي واي حد ممكن يسوقها ان كان ميل او في ميل درايفر عادي عادي ما فاشا مش بتحتاج كوة كبيرة تمام محمود انت محتاج ايه علشان الاختراع بتاعك دا يتفعل انا محتاج اقدر انفذ المشروع عشان يطلع للناس انا عملت بروتوطايب والبروتوطايب انا على الاقل بستخدمه في العربية بتاعتي يعني بتاعت والدي او بتاعت والدتي انا بنستخدمه لما بيحصل مشكلة اقدر استخدمه انت يعني ما انا فاهمة عايز يعني اهتمام من مين بالزبط يعني بتوجه كلامك دلوقت با اجل كلامي للشخص او للمؤسسة اللي تقدر تخليني انافذ الجهاز ان في مشاريع كتير جدا موجودة وفي ناس كتير جدا عندها افكار احسن مننا واحسن من ناس كتير جدا بتعمل افكار بس ما بتتنفذش يعني الشباب عندهم افكار كتير جدا بس الفكرة مجرد بتبقى اما بروتوطايب عند الشخص اللي عملها اما بتبقى فكرة مجردة على الورق لانه مش عنده ما عندوش القدرة ان هو ينفذ المشاريع دي يعني التكلفة اللي انا عشان اعملها اوكي مشي انا بعمل مشروع بيبقى فيه والحاجات دي كلها بتكلفني يعني انا المشروع ما بيطلعش بالفايل بيطلعش في الاول مرة بالزبط يعني بغير مثلا مواتير بغير مش عارف ايه الحاجات دي بتكلف فلما انا ابقى طالب وقدر توفر مثلا المبلغ اللي هو في الاول 3000 جنيه او 5000 جنيه بالتجارب بالورش بالحاجات دي كلها مش هقدر اي فكرة تانية تيجي في دماغي اقدر انفذها على طول لان مش هيبقى متؤفر بالنسبة لي كل ما يجيلي فكرة ان انا اقدر انفذها ب5000 جنيه او بمبلغ زيدة تمام يعني فيه انتم محتاج دعم يعني محتاج دعم ودعم واضح لو مشروع يبقى فيه مثلا مكان معين يشوف الفكرة هل هي قبلة للتنفيذ خلاص هي قبلة للتنفيذ والسوق هيستوعبها ليه ما نفذهاش على طول يعني لو هي فكرة هتغنيني مثلا او حصل تطوير ما في منتج هتغنيني عني استورد من بلد زي الصين لو قدرت اصنع حاجة هنا في مصر منتج واحد مش لازم اصنع منتجات كتير بس لو قدرت اصنع منتج واحد هيغنيني وهيضيف هيشغل ناس كتير في مصر وهيسري السوق نفسه بالضبط يعني انا شايفة ان يا جباعة احنا بقلنا كتير جدا من ايدي ان احنا نهتم بصغار المبتكرين والمخترعين في مصر عندهم الشباب افكار كتير جدا وعندهم لسه ابتكارات كتير هتظهر للسطح ليه ما نستفدش من الكلام ده ليه ما نبقاش احنا اول ناس نحتضنهم ونبتدي ان احنا نستفيد من افكارهم ومن مجهودهم يعني مش ممكن هنفضل طول الوقت كده فعلا زي ما بنقول بنستور المصين يعني مش حاجة كويسة احنا كل حاجة كده مكتوب عليها بس انا احس ان هي واحنا عندنا ما شاء الله اقول بارز انتوا لسه بتدرسوا مش كده مش بتأثر على دراساتكو ولا اي حاجة ولا دي في المطقة هي بتأثر جزء على الدراسة برضو ودي كانت مشكلة عندنا ان بننقص درجات وحاجات كده بسبب ان احنا بنشتغل وبنهتم بالحاجات ديت بس بنحاول نعوضها ان شاء الله بس اتمنى يبقى فيه مثلا اهتمام ان درجات على المشاريع او الحاجات اللي بنعملها كده ناخدها يعني او الاهتمام يكون بعد كده ما انا حصرهاش بس في الجامعة اسلام انت بتحلم بايه نفسك نفسك تبقى ايه يعني شايف نفسك ازاي بعد عشر سنين اه والله يعني لو احب بيحلم بحاجات كتير اه يعني في اللي خص شغلك نفسك تعمل ايه اه نفسك يبقى عندي مصنع مثلا هنا في مصر ان نصنع فيه عربيات او حاجة كده توقع احنا اللي بنعملها في مصر مصنع عربيات محمود اه نفسي طبعا المشروع اللي انا عامله دايه يتنفذ يعني مش كربح مدي عشان نلايا بس كهدف بالنسبالي ان مشروع عملته يتنفذ اه نفسي بعد خمس سنين او يعني التارج التاعي بعد خمس سنين عشر سنين بيعدها شوية فالخمس سنين اللي جايين اكون بقيت صاحب شركة اه مش عشان صاحب شركة زي ما قالت لك كحاجة مديية بس اه اني يبقى ليا مكان بدأته من الصفر بدأته مني كنت بنزل ورش وبنزل مخارط وبنزل حاجات زي كده وقدرت اوصله ان هو بقى مكان بيشغل ناس تانين بيدخلي ربح بيدخل لناس تانين ربح اه بس انا طبعا بتمنى لكم التوفيق والنجاح ويعني مش عزاكوا تزهقوا استمروا لان انا شايفة ان انتوا يمكن بعد كم سنة واقل من اللي انا قلته كمان ان شاء الله تبقوا حاجة كبيرة قاودي ان شاء الله بشكركم اسلام تيسير شكرا ان شاء الله بشكر كمان محمود عصام شكرا ربنا وفقكم مشاهدينا بهذه الفقرة انتهت حلقتنا النهاردة من برنامجكم صباح دريم غدا ان شاء الله هشوفكم الساعة تسعة الصبح فكونوا على موعد سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة